مبارح كان الكل بيتابع الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد سيارة كان بيقودها بتهور على طريق السويس وكان ماشي بسرعة جنونية لحد ما وهو فاتح باب العربية في مشهد يمكن زي ما احنا كلنا متابعينه دلوقتي على الشاشة مشهد بيهدد سلامة كل اللي ماشيين على الطريق النهاردة هنقش ازاي القانون بيواجه السرعات الجنونية والقيادة غير الامنة على الطرق مع ضفنا اللواء الدكتور ايمن الضبع استشاري السلامة المرورية لهيئة الامم المتحدة وعضو مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور من عورنا سيارة الاو اهلا بيك يا أستاذ احمد اهلا يا أستاذ جمانة السادة المشاهدين اهلا بيكو سيارة الاوة تابعة تبارح ازاي الفيديو ده يمكن كلنا كنا المتابعين ليه داخل البيوت يعني كلنا كنا مستفزين باللي بيحدث شخص بيسوق السيارة بعيدا حتى عن السرعة الجنونية يعني منتع الاستهتار اللي يمكن يكون موجود يعني طبعا هو كان بيخود بدون وعي يعني بدون وعي ودون ادراك طبعا ده مش سلوك طبيعي يعني حتى مش قيادة متهورة بس لا ده قيادة غير وعية خلص يعني خارج الوعي النتيجة هي تعديد المواطنين لخطورة شديدة جدا طبعا حاجة كلنا نزعجنا لها مبارح اي حد شاف الفيديو وحط نفسه مكان السائقين الاخرين او مستخدم الطريق حاجة فيه خطورة شديدة جدا فانا بشكر طبعا كل السادة المواطنين اللي وثقوا هذا الحدث واللي ارسلوه واللي تدخلوا وان كان لها ملاحظات على هذا التدخل وقفة لوحدها التدخل دي بالشكل اللي احنا شوفناه اه يعني احنا عندنا طبعا يعني لحبنا يعني نقسم الأدوار عندنا هذا السائق غير الواعي واللي يتعرض بقى طبعا وتم عرضه عن نيابة بقى ولها شؤونها وتم تحليل مخد أثر المخدر والمسكر واعتقد لقوا بعض الحاجات في سيارته وياخد اجراءاته القانونية والعقوبات شديدة على فكرة يعني القيادة تحت أسير مخدر او مسكر فقط للحبس سنة والغاء الترخيص يعني قدامه مشاكل كثيرة بالاضافة للقيادة برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر قدامه سلسلة من المشاكل والعقوبات طبعا فده طبعا يعني لو افترضنا انها تحت تأثير مخدر او مسكر فطبعا فيه حملات كثيرة جدا للقيادة تحت تأثير مخدر او مسكر وضبط متعاطية من خلال اجازة بس اغلبها كان بيبقى لسائق النقل سيارته اليوم لا مش النقل فقط كل السائقين يعني بدون يعني بس هو لازم يبقى فيه يعني بيحقق الاشتباه الظاهري اه اشتباه الظاهري معه انه واقع تحت تأثير مخدر او مسكر وما تحللش الناس كلها يعني لكن لما بيحقق الاشتباه الظاهري انه ده ممكن يكون في حالة غير طبيعية بيبدأ يستخدم الكواشف السريعة للكشف عليها وزي ما قلت حدك تم تغيير القانون في 2014 والعقوبة بقت الحبس سنة فيهاش غرامة انا بحذر من اخواتنا التعاطي والقيادة الحبس سنة ما فيهاش غرامة عشان بس نبقى واضحين بالاضافة انك بتفقد رخصيتك كمان ولا تصالح اه لا تصالح يعني فانتم عشان نوضح لستادة المشاهدين من نسبة للفيديو ده هذا السائق اولا ان هو لو بيقود تحت مخدر او مسكر فهو فيه سنة مبدئيا سنة عقوبة ده غير بقى كمان الرعونة في القيادة ده لها عقوبة تانية مخالفات مفاصلة يعني كل مخالفة لها عقوبة محددها القانون وطبعا عمر بيعرض على القضاء يعني له يتخذ شؤون يعني مستخدم الطريق بقى انا بشكرهم جميعا يعني هم اتعرضوا لموقف صعب جدا هو كمان مستفز جدا يعني هو حتى بعد ما تم صدمه احنا شفنا كمان الفيديو يعني هو كمل السواء بنفس الطريقة فتح باب العربية تاني بنفس الطريقة لا مبالاة في حالة من اللا وعي ده لا وعي نبعم له ده غير وعي يعني حتى لما تخبط كمل بمناسبة الخبطة لان احنا شفنا سائق السيارة لنقل الثقيل تم الاستضام به من الخلف في يعني خطوة هو كان هدفها نبيل اللي هو يوقفه عن هذا الفعل لكن اعتقد دي جريمة هي ايضا طبعا انا يعني احنا بلو شكره طبعا على هو عمل ده تحت تحت يعني الشهامة وان انا اعمل لكن ده مش صح خلينا اقولك بقى ان هذا ليس عمل او اجراء صحيح انت عرضت نفسك للخطر عرضت الاخرين للخطر كان ممكن يبقى فيه نتائج جسيمة ده عربية نقل تصدم كان ممكن يعني ممكن لنا ان نضرب بخيالنا كده ممكن كاتلمور تتعقد بشكل جديد علي مسئولية قانونية كده اه طبعا علي مسئولية وهيتم يعني محضر يعني هيتم ذكر ده في المحضر واجراءات واجراءاته لكن خلينا اقول احنا رس عشان هو عمل ده تحت دافع الشهامة وان كنت لا اقايد هذا التصرف يبقى تصرف سائق النقل تصرف مرفوض ان احنا نعمل هذا الشكل نتوقف نوقف الطريق نوقف خالص ونسيب هذا الغير الواعي لغاية ما لتم ضبطه معرفة الشرطة السائقين الاخرين بقى وفي احد السيارات وقفت قدامه بشرة برضو انا بشكرها طبعا السيارة دي و لكن هل ده تصرف صحيح؟ لا تصرف مش صحيح الاستقاف الامن هو المطلوب الاستقاف ده استقاف يعرضها للخطر خطورة شديدة جدا نحن انه هذا الاستقاف بالشكل ده ونصطدم بالسيارة اخرى يعرض حياتك للخطر مبدئيا انا بحط قاعدة سلامتك اولا دي اهم حاجة ابقى في لكن اتصل بالمرور اتصل بالشرطة اتصل بالنجدة اوثق الحدث ده برضو مخبوض عشان اساعد جهات التحقيق بالنزمة كمان سلامة سلامة حتى هذا الشخص يعني حتى ان كان مذنب يأخذ عقابه لكن برضو سلامته كمان مهمة يعني ان كان زي ما حضرتك قلت الوقوف امام سيارته او الاستضام بي من الخلف ان كان مذنب او هو مذنب بالفعل انه عرض سلامة ناس كتير جدا في طريق الخطر لكن المفروض يتم استقافه زي ما حضرتك قلت عشان ياخذ عقابه عشان كده برضو انا بقول لإخواتنا اللي خذتهم الشهامة والاستفزاز الشديد اللي حصل انهم اعتادوا عليه جسديا لا ده مش مطلوب اطلق السيطرة عليه ضبطه ده لكن الاعتداء عليه برضو قد تتعقد الامور قد يحدث له مكروح شديد جدا يعرض يبقى انا بقى طلعت من مجني علي الجاني ومتهن صحيح فالحاجة دي يعني اولا نحط نفسينا في بوتقة من الامان ما نعرضش نفسينا للخطورة نهدي اعصابنا نبعد عن موقف الخطورة تماما نوثق الحدث نقتر الجهات التحقيق نبعد عن ده ولو حصل الضبط يبقى الضبط الامن السليم نعرضش نفسي ولا الآخر نحن في دولة قرون واعتقد كان زمان وما زالت بنارة حتى الآن الحملات الاعلانية الموجودة على الطرق الخاصة بإدارة المرور تحديدا سلامتك أولا فهنا فكرة سلامتك أولا مش في ارتداء حزام فقط سلامتك أولا في استخدام الطريق فكرة زي ما حياتك لسه بتقول لسهاته هو الشخص اللي قدامه اللي وقف مرة واحدة علشان يستوقفه هو ردة الفعل اللي هتبقى عاملة زي ده شخص تحت تأثير مخدر زي ما حياتك بتقول فممكن يكون ردة الفعل اللي هتحمد أقباه ففكرة وقعة تخلف عنها عدد من الوقاع عاوزين نفندها ونقول يعني الجرائم بقى اللي من خلص ده دي وقعة لكن ننوه بقى يعني نوعي السادة المواطنين إيه هي المخالفات اللي ممكن لو ده حصل مش هيبقى الموضوع بنتعامل معاه بروح القانون زي ما بنقول لكن هيبقى فيه إجراءات قانونية واضحة لهذا الشخص اللي عمل السلوك ده حتى لو بحسن ناج مش مطلوب إطلاقا اعتراض سيارة المواطن مش مطلوب إنه يعترد سيارة اعتراض سيارة له آلية وله مواصفات وله إجراءات وله محددات تبطيق قضائية طبعا يعني له إجراءات اللي تعرض نفسك لخطورة شديدة جبت تعرض الآخرين وقد تسأل يعني قد تسأل يعني الموضوع يلفه وقد تلاقي نفسك أنت متهم فما نعملش كده زي ما قلت إحنا بس نخلي نفسنا إحنا في دائرة الأمان أولا عشان لو أنا مش في دائرة الأمان مش فقدر أردي الآخرين الأمان الحاجة الثانية أوثق الحادث أخطر جهات التحقيق لو تم الضبطه قدامي فيش دائرة لإعتداء الجسدي تحت أي مسمى القانون القانون القنون هو سيد الموقف صحيح إطلاقا التجاوز والتعادي ده مش مطلوب إطلاقا حتى وإن كنت مستفز أن أنا أتحكم في أعصابي أتحكم في التصرفات بتاعتي ده مطلوب جدا وطبعا ربنا يكون فعون وزار دخلية يعني عندها عبء كبير جدا لشبكة طرق الكبيرة دي الانتشار اللي بتقوم بتحقيقه لتحقيق الضبط الكامل اللي على هذه الطرق محتاج كاميرات بتوسعوا دلوقتي في الآي تي اس يعني زيادة الكتابع الإلكتروني على الطرق إضافة للحملات المتحركة والرقابة المتحركة طبعا دي هتاخد شيء من الوقت لأن الموضوع عندنا 7200 كيلو فقط من الطرق الجديدة فمشروع كبير جدا الداخلية بتجهز نفسها عشان تقدر تعمل السيطرة الكاملة لكن المواطن هو رقيب أيضا ولكن له حدود في الرقابة بتاعته له حدود في الإجراءات اللي يعملها عشان يتنيف أمان وسلامه ما يعرضش نفسه الإشكالية دون أن يعني تحت مسمى أن أنا بأتدخل عشان يعني أعذرني المقاطع لكن إحنا عشان وقتنا خلاص يعني قرى بينتهي في الأسف سلوك ما إحنا بنشوفه دايما في الشوارع لما يكون في فرح مفهود الناس فرحانة في الشارع بس بنشوف عربيات سائقيها عشان يحتفلوا بالفرح بنشوف بيعملوا إيه إن كان متساكلات بيعملوا نفس الكرام بنلاقي حاجات من حارة لحارة في ثانية يعني مظاهر صعبة جدا وبالفعل بتتسبب في حوادث والفرح بيقلب بكارثة سؤالي حضرتك أنا دلوقتي مواطن ماشي في الشارع شفت هذا السلوك أو هذه الظواهر أعمل إيه تختر لا تتدخل تدخل المواطن في الحالة دي قد يؤدي إلى إشكالية وطبعا حضرتك الشباب والأفرح وكده والموضوع بيبقى فتدخله قد يحدث مشكلة معه هو شخصيا أختر إزاي لا تختر الجهات تختر المائة 22 يعني أصور والآمل إيه التوفيق مطلوب الإختار مطلوب أي إجراء تعمله لكن توصل للجهات هل في خطة ساخن جيرا 22 في حاجة زي واتساب مثلا ببعت عليه الوقع اللي أنا وثقتها عشان يبقى فيه تدخل سريع مباشر فكرة 22 أنا بكلمها 22 بياخد بياناتي أنا وابتدي أتعامل معي أنا شبس يتوثق مع عشان يتوثق بس هالفكرة كلها بنضيع مش عاوز أقول بنضيع وقتها وأكيد طبعا دي حماية معلومات والكلام ده كله وسريعات معلومات لكن فكرة فيه وقت بيبقى مهضر في وقع أنا عاوزي فيها تدخل سريع لحظي والله صفحة رسمية للوزارة الداخلية عاملة بتتلقى البلاغات على الواتساب والزيرو مئة اثنين وعشرين تلات وحيد أربع أصفار اللي هو الغذة بتاعة الإدارة العامة اللي موت بتتلقى الإختارات برضو بالنسبة للطرق السريعة والسحراوية وأعتقد فيه تطور كبير أيضا في موضوع الإختار وإنك توصل للجهات المختصة ده يعني فيه تطور كبير بيحدث فيه فيه غرف عمليات كبيرة يعني أعرف بيتم إنشاءها دلوقتي عشان تبقى شايفة وتتلقى بلاغات وتتحرك بسرعة وتسيطر على الموقف بسرعة احنا كنا بعيد قوي عن الكود العلامي في الاتجاه ده لكن احنا قربنا الحمد لله تقدمنا كثيرا كثيرا اه فأنا يعني متفائل خير إن شاء الله المواطن يستشعر إن شاء الله نشكر حضرات جزيل شكرا لواء دكتور أيمر الضباستشاري الطرق والنقل والمرور وارتنافا أشكركم شرفت لأسياتي لأوكيك